حدثناه شيم أخبرنا الشيباني عن عبد الله بن أبي أو فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال إنزل يا فلان فاجدح لنا قال يا رسول الله عليك نهار قال إنزل فاجدح قال ففعل فنوله فشرب فلما شرب أوما أبي يده إلى المغرب فقال إذا غربت الشمس هاهنا جاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم حسناه شيم أنبأنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد مولى بن هاشمين قال أرسلني ابن شدد وأبو بردة فقال انطلق إلى أبني أبي أوفى فقول له إن عبد الله بن شدد وأبا بردة يقري آنك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في البر والشعير والزبيب قال نعم كنا نصيب غناء ما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب فقلت عند من كان له زرع أوي عند من ليس له زرع فقال ما كنا نسألهم عن ذلك قال وقال لي انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزة فسأله قال فانطلق فسأله فقال مثل ما قال ابن أبي أو فقال وكذا حدثناه أبو معاوية عن زائدة عن الشيباني قال والزيت حثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن أبن أبي أو فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر الأخضي قال قلت فالأبيض قال لا أدري حثنا سفيان حدثنا أبوي عفور عبدي مولا لهم قال ذهبت إلى أبن أبي أو فأسأله عن الجراد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجرادة حثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أو فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لنا وقال سفيان مرة يا رسول الله قال اجدح قال يا رسول الله قال اجدح فاجدح فشرب فلما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ بيده نحو الليل إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم حثنا سفيان عن الشيباني عن أبن أبي أو فقال أصبنا حمرا خارجا من القرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور بما فيها فذكرت ذلك لسعيدي بن جبير فقال إنما نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عبيدي بن الحسني عن عبد الله بن أبي أو فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد حثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن مدرك عن عبد الله بن أبي أو فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين ذنوبي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلمين لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إني أسألك عيشة طقية وميتة سوية ومرد غير مخزن حثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أو فقال قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم فلما قدم قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم فقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قطب لا أعطته إياه حدثنا معاذ بن هشامين حدثني أبي عن القاسم بن عوف رجل من أهل الكوفة أحد بني مرتابن همامين همامين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل قال إنه آت الشام فرأ النصارى فذكر معناه إلا أنه قال فقلت لأي شيء تصنعون هذا قالوا هذا كان تحية الأنبياء قبلنا فقلت نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك سلام تحية أهل الجنة حثنا يحيى عن شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أو فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آلي أبي أو ف حثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أو فهل بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فطافة بين الصفة والمروة وجعلنا نستوره من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشيء فسمعته يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم أهزمهم وززلهم حثنا وكيع حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لعبد الله بن أبي أو فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ما بشيء قال لا قلت فكيف أمر المسلمين بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل قال مالك بن مغول قال طلحة وقال الهزيد بن شرحبيل أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه وجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أندفوه بخزامين حتى لا يزيد أخبرنا المسعودي عن إبراهيم أبي إسماعيل السكسكي عن عبد الله بن أبي أو فقال إلا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني لا أقرأ القرآن فمرني بما يجزئني منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله وسبحان الله ولا إلها إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فقالها الرجل وقبض كفه وعد خمسا مع إبهامه فقال يا رسول الله هذا لله تعالى فما لنفسي قال قل اللهم أغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني قال فقالها وقبض على كفه الأخرى وعد خمسا مع إبهامه فانطلق الرجل وقد قبض كفيه جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لقد ملأ كفيه من الخير قال أبو عبد الرحمن وكان في كتاب أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا فإدو بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن أبي أو فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه غلام فقال يا رسول الله إنها هنا غلاما يتيما له أم أرملة وأخت يتيمة أطعمنا مما أطعمك الله تعالى أعطاك الله مما عنده حتى ترضى فذكر الحديث بطوله قال أبو عبد الرحمن وكان في كتاب أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا فإدو بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن أبي أو فقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها هنا غلاما قد أحتضر يقال له قول إلها إلها إلا الله فلا يستطيع أن يقولها فقال أليس كان يقول في حياته قال بل قال فما منعه منها عند موته فذكر الحديث بطوله فلم يحدثنا أبي بهذين الحديثين ضرب عليهما من كتابه لأنه لم يرضى حديث فإدي بن عبد الرحمن وكان عنده متروك الحديث حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا المختار من بني أسد قال سمعت عبد الله بن أبي أو فقال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطاش قال فنازل منزلا فأتي بإناء فجعل يسقي أصحابه وجعلوا يقولون اشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم حتى سقاهم كلهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أو فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فدع صاحب شرابه فقال صاحب شرابه لو أمسيت يا رسول الله ثم دعاه فقال له لو أمسيت ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا فقد حل الإفطار أو الكلمة هذا معناها حدثنا بهز وعفان المعنى قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال عفان في حديثه حدثنا سعيد بن جمهان وقال بهز في حديثه حدثني سعيد بن جمهان قال كنا مع عبد الله بن أبي أوف يقاتل الخوارج وقد لحق غلام لابن أبي أوف بالخوارج فنديناه يا فيروز هذا ابن أبي أوف قال نعم الرجل لو هاجر قال ما يقول عدو الله قال يقول نعم الرجل لو هاجر فقال هجرة بعد هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها ثلاثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه قال عفان في حديثه وقتلوه ثلاثا حدثنا أبو النضر حدثنا الحشرج ابن نوباتة العبسي كوفي حدثني سعيد بن جمهان قال بقيت عبد الله بن أبي أوف وهو محجوب البصر فسلمت عليه قال لمن أنت فقلت أنا سعيد بن جمهان قال فما فعل والدك قال قلت قتلته الأزارقة قال لعن الله الأزارقة تحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بل الخوارج كلها قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا أبن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإناك لست بأعلم منه حثنا عفان حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أنبأني قال سمعت عبد الله بن أبي أوف قال وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال اللهم صلي على آل فلاء قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوف حثنا علي بن عاصمين أخبرنا الهجري قال خرجت في جنازة بنت عبد الله بن أبي أوف وهو على بغلة له حواء يعني سوداء قال فجعل النساء يقول لقائده قدمه أمام الجنازة ففعل قال فسمعته يقول له أين الجنازة قال فقال خلفك قال ففعل ذلك مرة أو مرتين ثم قال ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة قال فسامع أمرأة تلتديم وقال مرة ترثي فقال ما ألم أنهكنا عن هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المراث لتفض أحدا كنا من عبرتها ما شاءت فلما وضعت الجنازة تقدم فكبر عليها أربع تكبيرات ثم قام هنيهة فسبح به بعض القوم فانفتلا فقال أكنتم ترون أني أكبر الخامسة قالوا نعم قالا قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر الرابعة قام هنيهة فلما وضعت الجنازة جلس وجلسنا إليه فسئلا عن لحوم الحمر الأهلية فقال تلقانا يوم خيبر حمر أهلية خارجا من القرية فوقع الناس فيها فذبحوها فإن القدور لتغلب بعضها إذ ناد منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها فأهرقناها ورأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرفا من خز أخضر